السلام عليكم وبركاتكم الطيمر بدأ المفروض ان شاء الله ستبقى محاضرة خفيفة كده مش هتعدي هنحاول نعوض الضيئة زيادة لاتخذك وجاء اوامر عليا ان احنا نحاول ننجس عشان خاطر من الناس متعطلش عشان الناس متناقش معنا المحاضرة خفيفة ان شاء الله مش هتطول يعني النهاردة هنتكلم عن الجولد 2022 او الابديت الجلوب الاستراتيجي مانجمينت اند بربنشان وكورونيكو بستركتب بلمانر ديزيز السيو بدي زي ما احنا عارفينه كل الناس عارف السيو بدي ومستخدم ديزيز عندنا في كل المستشفيات وفي كل الاقسام والناس يدخل وما يشوفش غير حالات السيو بدي الكلام اللي هنقوله يعني هبقى فيه كلام جديد وفيه كلام اللي احنا عارفينه كله الجولد اصلا هو عبارة عن ايه الجولد دريبورد ده بروفايد نان بايز ديرو فيو افزا كارانت افيدنس فور زي اسيسمين دياجنوز ان تريتمي توب بيشن في سيو بدي وبيعاملي كلاسيفيكيشن لسيو بدي سيفيريتي تعتمل على الفي ايو وان وكولد ستيجينج سيستم انا لما بلاقي جملة كده اخيرا يقولك او بي او سي او دي ابقى عارف ده معنى ايه اللي هو بتاخد من راندوميز كنترول وده طبعا اطوى حاجه الابقى جملة كنترول لكن فيه مختلفة في البطي بتاع السيو بدي والابقى جملة كنترول او بسيو بدي ود وهو الباني الكنصص الجودجمنت اللي بيعتمد على الكلينيكا الاكسبرينس او النوليج بتاع البزيشن الديفنيشن بتاع السيوب دي كلنا طبعا عارفينو السيوب دي كمان بريفنتابل ان تريتابل ديزيز الديفنيشن يا جماعة من الحاجات المهمة جدا في السيوب دي بالزات ودايما اعمله افضيت بكل جولد ما بينزل السنة الجديدة لازم اعرفه وحافظه كويس خصوصا للشباب الصغير بتاعنا اوورفيو على السيوب دي طبعا الاتيولوجي زي ما احنا عارفين السموكينج والايربوليوشن زي كان فيه هوست فاكتور الباصو بيولوجي المبيرد لانج جروس اكسليرات ديكلين لانج انجري الباصولوجي بتاع السمول ايروي ديسوردر أبنورمال أبنورماليتيز الانفيزيما وسيستيميك افكت الكلينيكا المانيفستيشن بتاعتي مرتبط السيوب دي ايه برزيسيند سيوب دي سيوب دي السيوب دي طبعا الاهامياتها الكبيرة من نعرف أنه واحد في سيوب سيري واحد في هذا العالم ونعرفه 90% منه سيوب دي سيوب دي عمليات مهمة المهمة سيو بي دي طبعا كلنا عارفينه سيو بي دي طبعا كلنا عارفينه سيو بي دي طبعا كلنا عارفينه لاحقا كلنا عارفينه اوقا كريم المزيده سيتم اوليه عن الهجو بي دي طبعا اهلو ان تقرأ الالحق وهي سيو بي دي طبعا كلنا عارفينه سيو بي دي طبعا دائما في اي في وان الطبيعة الحربية ستابل السيوب دي البرونكو ديولياتر زيادر ستابل السيوب دي طبعا الانهالد برونكو ديوليتر دا سنترل عشان اعمل منجمنت للسيمطومس ولازم اتاخذ عشان بيربينت او رديو السيمطومس دا وہا التن في الاماتر الزيروبية في السيوب دي السيوب دي طبعا هام واحد فيهم الانهالد الكورتيكوسترويد ونعرف دلوقتي امتى بكتب الهيلد كورتيكوستيروت في عيان السيو بي دي يعني هذا الجدول مهم خالص اعرفه امتى بكتب الاي سي اس في عيان السيو بي دي فيه سترونج سابورد وفيه اجين ستيود سترونج سابورد لو عندي هسر بوزبوتاليزيشن للسيو بي دي او عندي اثنين مدر تكسيربيشن للسيو بي دي في السنة او عندي السينوفيل اكتر من سري هندرد سيلز بير ميكوليتر او عندي هستوري اوف كونكوميتنت ازمة امتى مستعملهوش لو عندي ريبيت ادنومونيا لو عندي السينوفيل اقل من مية او عندي هستوري اوف ميكو باكتيريال انفكشن المربع الاصفر ده دي بتعتمد على حسب تقييمك للمريض الاثر فرمغولوجيكال تريتميت الالفا وانتي تريبسن اجمينتيشن سيرا بفحالات الالفا وانتي تريبسن ديفيشنسي نستعمله الانتصف الموكوليتين كلام اللي قلناه كله طبعا احنا كلنا عارفينه وكلام يعني معروف عشان كده عدنا بسرعة طب ايه الجديد في الجولد 22 في الجولد 22 اتكلموا عن عشر حاجات جديدة اتكلموا عنها وبرضو هنتكلم عنها يعني باختصار بيتكلم عن في نيو ديفينيشن ظهر عندي في الجولد 22 في عندي الاستعمال بتاع الديل سي او ميجر منتوف سي و بي السيسمنت الديفينيشن الجديدة اللي ظهرت عندنا في الجولد 22 عشان بس نبقى فاهمينهم كويس احنا في كده لازم جملة نقولها الأول ان فيه وان استاضي افالويتد سيري ديفرنت لونجتودينال كورت ونحن تظهر الى 30% younger than 50% مواصلت الى 30% المدرجة الديفينيشن ظهر عن تصريب القوى هذا الأهم في هذا السلايدي في القصة ونحن نكون عارفين إن القصة مش قصة إنه بس يحصل ولكن ليه علاقة باللونج جروس والصائز بتاعي اللونج برضا يا جرام ده كده حن مهم يعني بيكلم عن الاف بي اي وان بروغريشان أوفر طايم عندي اربعة كيرب الكيرب الاولاني اللي هو بنسميه وده النورمال كيرب فيه الترو ده هو الاصفر ده اصفر لكن الديكلاين في اللونج فونشن للنسبة للسبويل من ما بيأديش الى السي وب ده يعني ده النورمال بتاعه في التروط ده نورمال لكن في رابط ديكلاين في عشان لسيوب وحشان ذ Kons Datab southwest state енного الر رصير المستخدمة ٧ ١٦ فى المصدر itarian θα تلققي له ٧٩٠ و ١٥٠ الاثنين دول بالنسبة لي وزن نورمال يعني دول ما بيدخلوش في السيو بي دي التير سيري والتي ار سيري والتي ار سيري ده المفروض اقارنه بالتي ار وان واحد وسبعين بيبقى خمسة ونصف رابط ديكلين في الفي بوان والتي ار فور بقارنه بالتي ار تو اللي هو الاصفر ده بيبقى ستة واحد بدل من ستاشر وتسعة دول كلهم ريسك انه يدخل في السيو بي دي اول ديفنشن يعني استحدثوا المرادي اللي هو الاري سيو بي هو موجود من زمان بس المرادي بقي فيه فوكس عليه شوية word early means near beginning of process because سيو بي دي كان start early in life and take long time to manifest clinically identifying early سيو بي دي is difficult further biological early related to the initial mechanism that eventually to you سيو بي دي should be differentiated from clinical early which reflects the initial perception of symptoms function limitation and or structural abnormalities noted. we propose to use term early CUBD only to discuss biological early when appropriate يعني انا بكرة early CUBD بدأت تحطي عليها فوكس دلوقتي وما يمكن من 2019 بيتكلموا عنها لكن في الجولد 22 بدأت تحطي عليها فوكس عليها ان احنا اكتشف العيان early CUBD زي ما يمكن دكتور استاذنا دكتور خالي يتكلم في quantitative CT برضو لي دور في الدفوجن بتاع المرآي لي دور ممكن اكتشف لي early CUBD وحاليا الكلام على نبقى فيه بايو مركز جديدة بتظهر عندي زي البيو مركز بتاعة early lung cancer في بايو مركز دلوقتي early CUBD early CUBD يعني على اساس انه هو السيفيريتي بتاعة الديزيز كان زمان بيستعملوا early CUBD بدأ لل early CUBD وده طبعا مش مزبوط لان early CUBD ده ليه علاقة بالطايم اما early CUBD ده ليه علاقة بالسيفيريتي بتاعة الديزيز early CUBD ان يونج بيبل خدوا مجموعة كده من الايج اللي هي من ايج من 20 لخمسة وعشرين من 20 لخمسين سنة والسن ده لما بيحصل فيه السيوب دي عملوله كده ايج الموضوع خاصة فيه سموه CUBD ان يونج جميع الديزيز then colloidal patient who had never achieved normal peak lung function early adult and with early accelerated decline for lung function CUBD ان يونج جميع الديزيز to substantial impact on health and is frequently not diagnosed or treated قد يتكلم عن الهيارات في سن معين ومحدد من سن 20 إلى سن 50 لما يحصل في السن يكون له كاركتر معينة وهو طبعا كل ذلك سيوريتيكال واندر انفتيجيشن البريسيو بدي برضو ده الترمن الرابع الجديد اللي تعمل عليه فوكس برضو في الجولد اتنين وعشرين هذ بين ريسنتلي بروبوز تو ادنطفى انديفيدوالز هو هاو ريس بيراتي ريسومتومز ويز ووزاو ديكتابو الستركشل واندفانكشن الابنورماليتز انز ابسنس اف ارفلو لميتيشن او ديفولوب برزيسنت ارفلو لميتيشن يعني ممكن يحصل سيو بدي اوفر طايل اللي هو العيانين اللي معهم سيمتومز ولما بعمله سبيرومتري بلاقيه كويس العيان ده المفروض اعملوا اوبزرفيشن كويس وفولو اوب كويس لان ده ممكن يدخل مني فيه سيو بدي فبنسميه بلي سيو بدي الموضوع التاني في الجولد اتنين وعشرين يلوزوف دي اللي سيوو ميجرمنت فور سيو بدي اسسيمنت انا عارفين ان دي اللي سيوو اكثر في الانترستيشن لانجي ديس بنعمل بي فولو اوب لكن في السيو بدي ديفوزن كباسيكي اوفزايلانج فور كربو المونيكسايد قالوا لما يبقى دي اللي سيوو عندي يقل من ستين في المية بريدكتد يعني لو عيان سيو بدي عملت له دي اللي سيوو وليه تقل من ستين في المية بريدكتد غالبا بيبقى دي كريز الاكسرسايز كباسيتي انكريز السيمتومز وورس هلس ستيتوس and انكريز دي اللي سيوو الانجي دي اللي سيوو ما هو رمضان ju reason يعني لما يبع معي عندي superhero yeah absolutely My question C in patient with lung cancer يعني ما عندما يبقى يح historians عندي هي lung cancer وانا بحتاج ا jáakogi decision to surgery لو لقي قليل d ll so تعيي وليلها ثم ان دينт خارق وذا انه معنا يفضل عدم إجراء السيرجي في اسموكر without airth floor limitation وهذا أهم شيء في السلايد كلها بدل ما أعمله فلو أب صبيرومتري لا يفضل أن أعمله فلو أب بالDLCO ولو لقيت أنه أقل من 80% يبقى الهدف لأنه غالبا سيدخل مني في سيو بيدي تهتبقى مinerات لكي هذا الاستمعال التحصر الاعتراض بالنسبة لكي يقوم بها كي هذا اكتشهر اكثر من الناس ايضا من القبضة الجديدة او الغريبة نحن دائما في ادماغنا التحصر الميل مصيري لكن اكتشفنا ان الهدف لدوأ أكثر من الناس دلسو تقليد بسهل هل تقليد بسهل القوة بالصبيرومتر جداً؟ أكيد , طبعاً و لكننا سنتحدث في العيان الذي انا عملته هو السموكر في 20 30 سنة و انا اقنعه ان يبدأ عن التدخين انا اقوم بتقليده سيكون جيداً و لا يوجد اي مشكلة خالص لا نقوم بتقليده الديلسو و ستكتشف ان هو قليل وبالتالي تفهمه لا احنا بس بنعمل دي السوق اول مرة لو الاناق اقل من 80 يبقى ده ريسكي ان انت حتدخل في سيوبي دي حتى لو السبيرومتري بتاعته وز النورم شوط بي برفورمت ان افري بيشن والسيوبي دي وز سيمتومس ده الانديكيشن بتاع دي سيوبي دي سيوبي دي سيوبي دي سيمتومس لو لقيت ان انا عندي سيمتومس وديزنيا وسموكر لكن السبيرومتري بتاعي مش مف booklet الكلام ده فهنا في الحالة دي لا انا اعمل دي لسيو حتى لو اول مرة او اول مرة بس للمتابع لا افهم هذا الكلام مطبق importante انا هي ايه ابعتهم هو någonting دكتور بشارة ليس صعب نحن بس عشان مش متعودين نستعمل نتكلم عن اعداد النشوات من تصوير المنوي اعتشافنا الى نظاما عموما يتراوح من 35M لـ60 اعتشافنا الى نظاما الى نظاما الى نظاما الى نظاما كنا نظاما dirty الناس الذين أخذ الى نظاما الأنظام الطابعة بلادات 4.9M ومن الناس اللي بتاخد ICS له نسبة زادت لنسبة 7.3 ملي برير الناس اللي بتاخد ICS له نسبة 7.3 ملي برير هم ستعمل ICS في عيان سيوب دي هم ستضعوا رقمين مهمين بصراحة الرقم الاولاني لو لقيت اني لدي البلاط السينوفيل أقل من 100 سيلزبر ميكرو ليتر وعند الرقم التاني لو لقيت البلاط السينوفيل أكثر من 300 سيلزبر ميكرو ليتر الرقمين دول بيحددوا إمتى استعمل ICS في عيان السيوب دي يعني هل أنا دلوقتي كل عيان سيو بدي سأكتبه إيس إس اعمال بلاط فيلم واشوفه؟ اعمله هذا ريكومنديشن قوي إن أنا قبل ما اكتب الإي سي إس لأننا دائما نخاف من الإي سي إس في عيان سيو بدي اللومونية الان فيكشن اللي بيحصل طب أنا العيان دة سأكتبه إي سي إس ولا لا سأكتبه بلاط فيلم واشوف الإي سينو فيه لو الإنهاء فوق التلتمية لا يأخد إي سي إس خلاص لو الإنهاء قل من 100 لا لا أكتب الايس اس و هذا ليس صغير ركومنديشن يعني أنا ممكن يبقى أقل من 100 لكن أنا أرى أنه لا يوجد ركومنديشن على اللابا لاما فقط لا ممكن أزوده لكن هذا الستاندرد بتاعي في الركومنديشن هل أستعمل الايس اس و لا طب قال لك هو ليه الهاي بلاطسينو فيه لو ما يبقى عالي ليه أنا بستعمل الايس اس اس قال لك عشان بيزيد في حاجة اسمها ماركر إنثار مثلا يجب النتضاء يجب انثارا يجب أن تقوم بركومنديشن في الهواء هذا الممره في الهواء المنطقة يجب أن تقوم برراءة المفلطة هناك مواجهة تانية أن السي ريشولد الأقل من مئة دراوريسة برميكو ليتر واكتر من 300 سيل يجب ان تقوم با calidad حتى فان إ prestation أعتقد أن يثاره أفرادات في الأمضاء يعني انا في الاول وفي الاخر برضو انا كدكتور بقيم البيشنت قدامي في الديسجين ان انا اديله اي سي اس لكن انا لو محتار بعمل البلادسينوبيل والرقمين دول مهمين باعرفهم فوق 300 بدي الاي سي اس وقال من المية مش بدي الاي سي اس بالنسبة لي الريه بالليتيشن احنا الريه بالليتيشن طبعا احنا اغلبنا محدش بيعمله ما اعرفش ليه والمفروض ان ده من الحاجات المهمة في عيان سيو بدي اه الريه بالليتيشن من الحاجات مهمة في عيان السيو بدي ويتأثر على الاوتقام هنا بيتكلم على الوقت امتى ابتدي اعمل الريه بالليتيشن لعيان السيو بدي عندي هم يقلقوا ان افضل وقت اعمل فيه الريه بالليتيشن اما اثناء الهسبوط او خلال فور ويكس من الدستشار دول افضل وقت استفيد من الريهابيليتيشن ويفضل ان الكلام ده نطبعه على ارض الواقع مبقاش بكلام سيوريتيكا فقط ان الكلام ده بيجيب فعلا او تكمزي كويسة بالنسبة لي المريض بتاع السيو بيدي طب في شوية اتشالنز كده في اثناء الريهابيليتيشن طبعا اولا يبقى الدكتور نفسه ليس مقتنع بقصة الريهابيليتيشن او عندي اللينس بتاع الريهابيليتيشن هو المنمم بتاعي المفروض 6 ويكس ويكس دي بالنسبة للانشورنس او التعمين الصحي يعني مش بتغطيها كلها يبقى فيه فانلينج دفكت عندي ان انا مش بقدر اغطي الفترة بتاع السيكس ويكس ده طبعا الحاجة الاخيرة ان الريهابيليتيشن او الثقافة بتاعته هو مش متقبل فكرة ده بقول لك لا ده انا عيان سوب دي وبامشي يحصل لديزني اذا انا عايز انام وريح في البيت اروح اعمل تمارين ايه واكسرصايزي مش دي عليزني ايه برده قالوا ان customer based vs home based program Have been shown to be as effective as hospital based program بردو الكلام ده مهم جدا اننا طالما علمت البيتشنت هو عندي في الهوزبتاليزيشن البروجرام اللي هيمشي عليه اللي هيعمله في البيت او اللي هيعمله بره للمستشفى هو بالضبط من ناحية الاكويفلنت بتاعي زي اللي هيتعمل في المستشفى مع المتخصص بعد ما بيشرح له طريق البروجرام اللي هيشتغل عليه طيب ظهر عندنا برضو كده مصطلح جديد من بعد الكوفيد ناينتين اللي هو التيلة ريهابيليتيشن او العادة التأهيل عن بعد التيلة ريهابيليتيشن اولترنتيب للترادشنال ريهابيليتيشن بتاعنا وده حصل من ساعة موضوع الكوفيد ناينتين بانديميك ان احنا حاولنا بقى نقلل الكراودين والاوركراودين والناس تبقى قاعدة في السنتر بتاعة الفيسيوسيرابي او اللي يعمل ريهابيليتيشن فبدوا في مصطلح تيلة ريهابيليتيشن او التأهيل عن بعد وقالوا انه ممكن يبقى عن طريق فيديو كونفرنس او تليفون قولي او ويب سايت او تليفون سابورت او موبال امبليكيشن وقال لك ان الريبورت الريزلت اللي طلعه سابورت او موبال او الريهابيليتيشن العادي ممكن احنا في الفترة دي كلنا بدأ الاستشارات اللي هي على الواصل والناس مش بتطلع وتروح تكشف وخايفين من العيادات فبدأ الترميده يظهر وياخد فرصته لكن الستيل حتى الان ان مفيش استرونج ريهابيليتيشن او او افيدنس بيز على تيلة ريهابيليتيشن بسبب ان مفيش استندريزيشن او ديليفوري بلادفورم احنا حتى الان ماعملناش ستندرد احنا هنعمل ازاي هل هنعمل فيديو كونفرنس هنعمل ويب سايت لسه متحددش التست برفورم برضو عن بعد فبالتالي انا مش بقدر اقيم نتيجة الاكسرسيز اللي حصلت الانفورميشن انسيطبو الارييشن كومبونة طايمنج انترفينشن الابيدنس باوت ديوريشن بنيفيت برضو بتبقى لسه كل ده لك عشان كده مش واخد افيدنس في الجولد اتنين وعشرين لكن متكلمين عنه كويس طيب اللو دو سي تي فور لانج كانسر سكيريننج عيانين السيو بيدي هل اعمل له سكيريننج بلو دو سي تي شاست ولا ماعملوش بيقولوا ان احنا لما بنعمل على فترات متبعدة ان اكتشف اير لانج كانسر في عيان السيو بيدي ده بيحسن عندي السيرفيف بتاع البشان البشان التي يجب ببيوت ينتبول عيان سيو بيدي اعت ami سكيرين pequياس بتاع البشان وعملigs خمسلة ثمانين سنة سي basal coran d에요. كان سيو بيدي اعتаже خلال من تقصيرها 15 يارز دول يفضل نحن نعمل لهم Low Dose CT وال Low Dose CT يعني مانوفر معين في CT نفسه مش بعرض لـ Over Dose CT العادي لديه نتائج كويسة على survive الانهالد استيرويد use and risk of lung cancer أنا بستعمل l-ICS في عيان السيوب دي زي ما قلت والرقمين اللي قلناه ما ننساهمش المية سينوفيلز أقل من المية ما بكتبش فوق 300 بكتب l-ICS ال-ICS يقولون انه ليه دور فيه بروتيكشن من lung cancer والله فيه قلت انه ليه دور كويسة ويعمل بروتيكشن من lung cancer بالفعل ولكن طلعت لنا الثاني تاني بعدها تقريبا خلال 6 شهور يقول لك لا ده والله انكريز للريسك في lung cancer الاثنين قال تقلل للريسك والثاني قال انكريز للريسك باستل انكريز للريسك باستل انكريز للريسك باستل انكريز للريسك باستل انكريز للريسك وننتظرين يبقى فيه بخصوص الموضوع بخصوص الموضوع الريسك اتشايتد بخصوص الموضوع هل عيان السيو بيدي موضوع اكثر عرضة لانه يأخذ الانفكشن الكلام كله تقول انه لا هو زي اي بيشنت تاني مافيش مشكله في الريسك انه يأخذ الانفكشن لكن هو يفرق في حاجة واحدة انه لو اخذ الانفكشن الكمبيليكيشن والهسبوص الموضوع اكثر من الانسان اللي هو مش سيو بيدي ده باختصار الريسك فاكتور او الريسك انفكشن في عيان سيو بيدي يبقى انقرنت بيشنت سيو بيدي انفكشن مافيش حاجة كلام واضح عليه انه عيان السيو بيدي اكثر عرضة للكو بيدي انفكشن لكن السيو بيدي انفكشن ف petite ب kommt ويحتاج موضوع كوشن انفكشن فبكسين هو فنسا ليس سيوب ليس بيدي يقول لك اخذوا وتطبعها الفكسين والكوشن لاحظون ان الفاكسين بتاع الكوفيد الناس تاخده يعني ما فيش مشكلة اي الموع اللي اخده او النعم اللي ماخدهوش ده بقى الكلام عليه او الخلاف عليه لكن من باب اولى زكان الانسان النورمال ياخد الفاكسين من باب اولى مين طبعا اعيان السوب دي او اي عيان كورونيك شيسي ديزيز يفضل طبعا ياخد الفاكسين كبروتيكشال ليه طيب احنا بس هنتكلم اخيرا انا يعني انا فاضي لي اربع دقايق اه دول العشر مواضيع اللي اتكلمنا عليهم يا جماعة فيه الجولد اتنين وعشرين المواضيع الجديدة اللي هو الديفنيشن عندي ايرلي سوب دي عندي ميرل سوب دي عندي سوب دي عندي سوب دي ان يونج بيشنت وعندي البيري سوب دي بعد كده بس اعمل دي سو او ميجور من فور سوب دي اسيسمت والنقطة اللي اختلفنا مع الدكتور بشارع عليها ده من الحاجات اللي هم جدا جدا يا جماعة وان شاء الله مجرد ما الجهاز يشتغل عندنا هنرحب بأي مرضى تيجي من عند حضرتك بعد كده عندنا الريداكشن الف لانج فانكشن ديكلاين فعلا العيان اللي ماشي على تريتمنت ريجولر بيتحسن والديكلاين بتاع اللانج فانكشن بتاعه بيقل فعلا على حسب زكان لابة بتبقى بحدود خمسة وزكانت الاي سيس بتبقى سبعة الاسسيشن في بلاط اسينوفيل زي ما قلت الرقمين ما حدش ينساهم امتى قدي اي سيس في عيان السيو بي دي لو اقل من مية اسينوفيلز بير ميكرو ليتر ما بديش لو فوق التلتمية بدي وانا ايه متطمن الامباك تايمين اوف الريهابيليتيشن يا جماعة امتى بعمل ريهابيليتيشن لعيان السيو بي دي والمفروض اعمله احنا اغلبنا مش بيعمل المفروض نعمله افضل وقت لي ايه اثناء الهوزبوتاليزيشن قبل ما بيطلح او خلال فور ويكس من الدستشارج من المستشفى الافكترنس بتاع التللي ريهابيليتيشن وده مصطلح جديد حصل مع البنديميك اللي حصل مع الكوفيد ناينتين ازاي اعلم المريض يعمل ريهابيليتيشن في البيت من الحاجات اللي بي جايب نتائج كويسة ولكن لسه مخدشي افيدنس بيز اللو دوستي تي سكان فور لانج كانسر سكيرينيج اه يفضل نحن نعمله علشان خاطر نكتشف الايرلي لانج كانسر في عيانين السيو بي دي الانهيل دستورييد وليوزف ريسك لانج كانسر اغلب الاستادز قالت انه هو استادز قالت ودي لنا يعني ارجحه ان شاء الله في الجول دي ممكن 23 عشرين يحسموا الموضوع انه فعلا بيعمل بروتيكشن لانج كانسر وده اندر اوبزيرفاشن او اندر ريسيرش بعد كده عيان السيو بي دي مش اكثر عرضه للاصابه بالكوبيد 19 انفكشن ولكن اذا اصيب بالكوبيد هو اكثر عرضه طبعا ميكانيكال فينتليشن او الهزبوتاليزيشن او الديس الفكسين زي ما قلنا الفكسين لكل الناس طبعا من باب اول مين لعيان السيو بي دي او اي عيان كورونيك شيست ديزيز شكرا لكم وسعدت بكم